اشتركوا في القناة اتمنى انها تكون حقاقة الاصر المطلوب اجازة في ايام كريمة ايام مفترجة اجازة اعتقد كل الناس كانت محتاجها في توقيت مهمة جدا حمد الله على السلامة ونرجع نستقنف المشوار والله صعبان علي يعني طبعا بعد عودة الاهلي للمشهد من جديد وظهوره في مباراة الدوري تلت ماتشاط فارقه ثم الاتحاد ثم الدخلية الماتشلة تلعب من برح الاهم فيهم طبعا انه العلامة الكاملة وده التحدي اللي قلت اتفاقت معاكم انه ده اللي هيبقى يعني مشكلة النادي الاهلي في الفترة اللي جاي دغط المباراة التواليها غياب الانسجام اللي بيحصل بعد كل فترة التوقف طويل اعتقد كان ظاهر بشكل كبير مع دلش اقول انه في حالة معاناة الاهم انك انت حققت التسعبون دول مهمين جدا وكفاية جدا بالنسبة للجمهور في التوقيت الحالي لكن الاهم وهو المطلوب في الفترة اللي جاية وخصوصا من مباراة الزمالك وعندنا واقفة طبعا مع مباراة الزمالك انه الاهلي يستعيد جزء من اقاعه وجزء من انسجامه اللي كان موجود قبل فترة التوقف وده ظهر مباراة الحقيقة يعني عجبني جدا في كولر فكرة الرهان على تركيبة افشا وامام واكرم في رص الملعب والثلاسي دول تحديدا نجحوا بنجاح يعني كبير جدا او ظهروا بشكل كواس جدا اعتقد قدم الاهلي بيه شوط اول اكتر من رائع وكان في الامكان يمكن لولا بس الاحساس انه في اوقات كانت حسن المباراة خلاص في المتناول بالذات لما بتسجل بالذات لما بتقدر عدد مش قليل من الفرص المؤكدة بتحس انك ممكن تسجل في اي وقت ما بتتوقعش سيناريو انه في لحظة ممكن الدنيا تتقلب وده اللي حصل في مباراة الداخلية وصعب السيناريو شوية لكن في النهاية نجح الاهلي في الفوز بالتلات نقاط واصبح الرصيد يكفي لمطاردة بيرامدز على صدرة جدر الترتيب النهاردة الاهلي في المركز التاني وانا استعرض مع حضراتكم موقف الترتيب والمؤجلات والكلام ده كله ده هنتكلم فيه لكن هي النقلة صعبة ليه وشان كده انا قدمت اعتذاري في الاول لانه ده بيحصل بالتوازي مع بطولة اليورو ومع بطولة الكوبا امريكا الجنوبية برازيل اوروجوي ارجنتين تشيلي كندا يعني كل بقى اللي انتوا عارفينهم دول بكل نجومهم اكوادور طبعا كولومبيا ناحية تانية هولندا فرنسا ايطاليا المانيا انجلترا حتى والله النهارده جورجيا وتشيك يعني ماتشط ولا اروع مبارح بولندا يعني ماتش محتش ممكن يكون مستوعب انه انا عايز اتفاجع الماتش لكن حتى ماتش بولندا والنمسا كرة ايه وجمال ايه والشاكت ايه واضاءة ايه وتحكيم ايه وجمهور ايه وملاعب ايه هو السؤال بس يعني بدفع الغيرة والله لا اكتر ولا اقل هي الصورة الحلوة دي التبلوغات اللي احنا بنشوفها في اوروبا دي مش ممكن تحصل عندنا هنا يعني الناس اللي بتقعد تبقى مسؤولة عن ادارة المسابقات والبطولات في مصر وهي بتتفرج على الماتشط دي ما بتشوفش حاجة بتثير الغيرة عندها يعني تقولك واحنا ليه ما نشوفش في ملاعبنا طب له كده ممتع عندنا ملاعب اعتقد عندنا ملاعب كويسة جدا عندنا فرق جماهيرية عندنا فرق جماهيرية من اكبر فرق القار تاريخ والقاب وبطولات وقل ليه انت عايزه عندنا اللعب كويسة جدا طب هو الصورة دي ما بتظهرش ليه هي مسابقاتنا ضعيفة من حيث الشو بيزنس يعني مش بكلم على المنافسة مش بكلم في الكهرة بكلم على ادارة البطولة على تسويق البطولة على شكل البطولة على قدرة البطولة انها تكون جاذبة للجمهور وبالتالي جاذبة للمعلن وجاذبة للرعاة كل ده ما بيحصلش مش عارف يعني انا احتارت الحقيقة في السؤال ده وسألت نفسي هو احنا يعني لو في موقع مسؤولية وبنشوف الحاجات دي بتحصل بدفع الفضول يعني هل مش ممكن نفكر ان احنا على قد نقلد نحاول نبتكر بدل ما الصورة هي نفس الصورة والنظام هو نفس النظام والشكل هو نفس الشكل والرتابة والاقاع والمشكلات عشان كده الناس كلها رايحة يمكن ده اغلب اهتمام جمهور كورة القدم النهاردة بقى في فكرة الصراعات والازمات ومين قال ايه ومين رد عليه ازاي والسوشال ميديا بتتكلم على ايه ومشكلة مين حصلت يعني سبنا اصل الامور ومسكنا فيه توافهها يعني ادفع الامور هي دايما اللي تلاقيها محل النقاش ومحل جدل وشدين انتباه الناس لحاجة تانية ابعد ما تكون عن الرياضة او عن كورة القدم وبول مناسبة يعني انا على مدار الاسبوع والعشر ايام دول اللي كنت فيهم اجازة كل الناس بالاستثناء يعني لعبنا تلت مطشوط لعبنا مع فرق ولعبنا مع الاتحاد ولعبنا مع الدخلية مبارح وكل الناس بتسأل على مطش الزمالك يا حاتش كلمني مش عارف انتو عملنا ايه النهاردة عملنا جيم حلو لا عملنا جيم وحش لا مش عارف جل قفشة لا جل امام لا جل يعني محاتش تكلم في تلت مطشوط الناس في اي وقت في اي مكان بتقابلني بتسألني اخبار مطش الزمالك ايه الزمالك هينسحب ولا مش هينسحب في ناس من داخل اسماء كبيرة جوه نادي الزمالك مش بس في موقع المسؤولية حتى في اسماء كمان مش في موقع المسؤولية صرحت واكدت وبعتت رسائل انه المطشو مش هتلعب طب جمهور الاهلي شغل باله ليه بالقصة دي لان فيه سوايب اطبع يعني فيه مرة انسحب من داخل ارض الملعب فيه مرة اوتوبيس ما جاش الملعب اصلا فيه مقدمات تخلي الناس تشك ومطش الثلاث اللي جاي هيتلعب ولا مش هيتلعب الاجابة اللي كان بتطلع مني بحسن نية اجامعة المباراة هتتلعب في معدها الزمالك هيلعب المباراة عن معلومة معكدة لا بس هما ماينفعش في النهاية تحت ايه سبب من الاسباب انه الزمالك ماينكونش موجود في ملعب المباراة يوم الثلاثة اللي جاي بيستعد المباراة الزمالك وهايحضر مباراة الزمالك وموجود في ملعب المباراة يوم الثلاثة اللي جاي رغم انه النادي الاهلي هو اكثر اندية مصر معاناة على مستوى الاجهاد وعلى مستوى ضغط المباراة وعلى مستوى عدد المباراة وعلى مستوى عدد البطولات اللي تلعبت الموسم ده لكن الاهلي ابدا ما بيتكلمش وبيدخلش في الحاجات دي وانه اكثر الاندية اللي اتعرضت لظلم كبير جدا في ترتيب المباراة وترتيب المؤجلات هو النادي الاهلي فإذا كان من حق أحد يطرح الفكرة أساسا فهو النادي الأهلي ومع ذلك نرجع ونقول مطش التلاتة اللي جاي أنا بقول لحضراتكم أنه هيتلعب في معاده واعتقد أنه في جميع الأحوال أو في كل السيناريوهات المطروحة سواء حضر النادي المنافس أو لم يحضر كلها بتصب في مصلحة النادي الأهلي أي أن كان السيناريو ظهر الزمالك وحضر لأرض الملعب وشارك في المباراة أو لم يظهر كلها نتائج تصب في مصلحة النادي الأهلي وخد بالك أنه عشان كنت بتكلم على فكرة تصدير الأزمات هحكي لكم قصة كده بعيد شوية عن كورة القدم في بعض اللعبات في بعض الرياضات يعني المنافس بيبقى فيها مستوى ضعيف يعني هو مدرك تماما أنه مشاركته في المنافسة دي أو في البطولة دي سواء كانت فردية أو جامعية مش بهدف المنافسة ومع الوقت بتتحول القصة دي لمحاولة تعطيل المنافسين عن الفوز يعني هو مش بيلعب بدافع الرغبة في تحقيق لقب أو المنافسة على اللقب هو بيلعب بغرض أنه يبوز جوه المسابقة يصدر يختلق أزمات في المسابقة يحاول يعطل الناس اللي ممكن تكون سبب في خسارته انت هنا بتتكلم انسى القصة دي انت هنا بتتكلم على نادي الزمالك وهو تقريبا تقريبا مالوش أي حظوظ في المنافسة على البطولة وبصرف النظر عن مباراة المصري الأخير يعني حتى لو نادي الزمالك كسب مباراة المصري فهو أبعد ما يكون عن المنافسة على اللقب البطولة أوقات كتير بتحس أنه أنا أهلاوي حتى النخيع يعني محدش ممكن يشكك في أهلاويتي لكن أنا في أوقات كتير جدا بجد والله يعني أقسم بالله العظيم هذا يحدث ومش مرة ولا اتنين بيحصل كتير أنا أوقات كتير جدا بتصعب عليها جماعي النادي الزمالك مش عشان قصة المنافسة ولا عشان قصة البطولات والألقاب والكلام ده خالص دي رياضة كل شيء وارد فيها ولما الزمالك كسب الكونفدرالية قبل المباراة تمنيت له الفوز والتوفيق وبعد المباراة هنته هنت جماعيره لأنه ده بالنسبة لي أمر طبيعي بالنسبة لي أنت ممكن تبقى الأمور مختلفة دي حاجة ترجع لك لكن أنا بالنسبة لي نادي مصري بيلعب بطولها باسم مصري أنا بالتأكيد أتمنى له التوفيق والتأكيد لازم أهني لما يفوز لكن ليه بيصعب عليها جماعي النادي الزمالك بعيدا عن كورة القدم بقى وبعيدا عن المنافسة اللي في إطارها الطبيعي والتقليدي شيء جميل جدا شيء يعني عايشين عليه طول العمر وأنا قلت أنه مش من مصلحة أي نادي من ناديين تحديدا من أهلي والزمالك حط معاهم بين القسين كده الإسماعيلي والمصري والاتحاد والمحلة الآن دي اللي عندها جماعية كبيرة جدا مش من مصلحاتنا أنه نادي منهم يبعد الكورة في مصر بتتأثر الكورة في مصر بتتأثر لكن بعيدا عن الكورة وبعيدا عن الرياضة عموما الحقيقة أنه تصريحات في أغلب الوقت مش بعمم يعني لكن تقدر تقول أنه هم الغالبية العزمة تصريحات الناس اللي بتتكلم بلسان الزمالك الحقيقة بقت مصر الحقيقة مش عارف أقول إيه للسخرية مصر للضحك يعني أرجو بس من أنه الناس اللي طالعة تتكلم بإسم نادي الزمالك تعي تماما وتقدر حجم وإسم ومكانة النادي ده عند جماهيره سواء على المستوى الرسمي طبعا فيه ناس محترمة جدا جدا نكني لها كل الاحترام والتقدير زمالكوية لكنهم أعتقد أنه معظم جمالي النادي الأهلي تتفق معايا أنه هم ليهم مكانة محترمة جدا عند الأهلوية كابتن حسن شحاتة منهم كابتن حلمي طولان منهم كابتن أيمن يونس منهم مش عايزة أن أنسى حد لكن مع عدى ذلك أعتقد أنه لازم يبقى فيه مراجعة لازم يبقى فيه فلترة الناس دي بتحاسب على فطورة نادي كبير جماهيره بالملايين لا يعنيني من قريب ولا من بعيد ومش بحاسب حد ومش بوجه لهم لحد لكن أعتقد لما يطلع حتى كمان تصريحات على المستوى الرسمي جماعة أنتوا بتتكلموا عن نادي كبير جدا له تاريخ كبير جدا صعب أنه كلمة انسحاب تبقى زي اللي بانا فيه يعني فيه كلام ناس كتير جدا مفترض يعني أن هما فيه موقع مسؤولية أخدكم لليورو وجمال اليورو عندنا النهاردة طبعا كل يوم فيه وكوبا أمريكا طبعا اتدت يعني كان اللافعون الناس اللي هتحاول تتابع البطولتين لكن ما تنكرش أنه فيه شيء عظيم بيتقدم فيه كرة فيه ليفل تاني فيه قوة فيه متعة فيه إثارة طبعا هي اليورو لم تكشف عن أوراقها كلها بشكل كبير لكن خلينا أقول لكم مقدمات البدايات هي فيه منتخبات ظهرت بمنتخبات القوة على رأسهم من وجهة نظر يعني والمنتخب الحقيقي اللي ظهر بشكل مفاجئ رغم من المنتخبات الكبيرة اسبانيا اسبانيا قدمت يعني مطشاط ولا أروع ولا أقوى وخلينا نحط أنه البطولة السنة دي ممكن تكون غير تقليدية يعني خلينا نقول طبعا المنتخبات الكبيرة لقدمت مستوى كويس عندك فرنسا ظهرت بشكل حتى في غياب مبابي ظهرت بشكل جيد وفرنسا فريق بطولات زي ما الأهلي فريق بطولات ممكن يبقى مطش أب مطش داون لكن في النهاية يقدر ينفس على اللقب ويرجع عندك هولندا ظهرت بشكل كويس جدا عندك البرتغال منتخب الحقيقة فيها عناصر كبيرة بصرف النظر عن رونالدو لكن عنده لعيب على أعلى مستوى عندك ألمانيا طبعا صاحبة الأرض والجمهور وإن كانت ألمانيا لسه عندها منتخب كويس جدا لكن ما دخلتش لسه في مواجهة مع منتخب ملعارة تقيل وعندك طبعا منتخبات لازم تحطها في الاعتبار زي إنجلترا ولو إن الحقيقة أنا طبعا مش من مدرسة محبي ساوث جيت يعني ساوث جيت بالنسبة لي يعني مدير فني لايقب منتخب إنجلترا وده يمكن الترجب في الظهور الأول لمنتخب إنجلترا لكن على مستوى السكواد منتخب ما فيش حاجة نقصها يعني يفعش تطلع تقولي أنا تعادلت عشان كالفين فيليبس اللي هو ما بيلعبش أساسي أساسا ومشاركش في أربع خمس مطشات على مدار السيزن ما كانش موجود أو ملقناش ليه بديل أقوى سكواد يمكن في البطولة كلها هو منتخب إنجلترا اللي لسه ما ظهرش بالشكل المنتظر النهاردة عندنا أكتر من مطش طبعا في عندنا جورجيا واتشيك المباراة دي تلعبت ساعة أربعة وانتهت بنتيجة واحد واحد وعندنا الساعة سبعة طبعا المباراة دي بتوقيتهم في أوروبا الساعة سبعة هتكون البرتغال وتركيا دي مواجهة يمكن تكون الأقوى على مستوى التنفسية تركيا بالمناسبة برضو ظهرت بشكل جيد جدا 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 في البطولة والبرتغال أيضا قلت لكم واحد من المنتخبات المرشحة للمنافسة يعني وبالجيكا في مواجهة رومانيا دي مباراة تلعب الساعة 10 هنا بتوقيتنا في القاهرة تعالوا نروح بقى لكوبة أمريكا ما فيش كلاشات كبيرة جدا لكن عندنا النهاردة مباراتين ده برضو بتوقيتهم اللي هو يعتبر فجرا عندنا المطشط دي تلعب بالفجر بكرا إن شاء الله عندنا مباراة الإكوادور في مواجهة فنزويلا دي مباراة طبعا في كوبة أمريكا هتتلاح بفجر اليوم مواجهة كروية استمتعوا بها كما شئتم لسه البطولات ما سخنتش ولسه التقيل جاي ولسه أعتقد مع الأدوار الإقصائية هنشوف مستوى تاني جدا أتمنى أنكم تستمتعوا بها الساعدات الأهلي للزمالك على مدار النهاردة وبكرة وبعده إن شاء الله قبل مواجهة المنتظرة يوم الثلاث هتكون محور كلامنا فيه أستاذيسة معاكم ومع حضراتكم عودة سواء الأسماء اللي اختار أوراهن مارس الكولر رحيتها في مباراة الداخلية وحسنا فاعل حقيقة حسنا فاعل وأسماء كمان قايمة المصابين اللي ممكن يخشوا في دائرة اهتمام مارس الكولر حال جهزيتهم في مواجهة الزمالك هتكون برضو واحدة من المحاول اللي هنتكلم فيها النهاردة فاصل ونبدأ حلقاتنا ضرورة أرقام دي بالمناسبة تنعكس على قوة الدول يعني صحيح الدول الفرنسي في أقل اللعابين اللي بتلعب في البطولة أو في الدول الفرنسي وشاركة في اليورو لكن ده ما يعليلتش أبدا من قوة منتخب فرنسا اللي بالتأكيد محترفينها وردي اللي في الخارج أكتر بكتير جدا يمكن من لعيب الفرنسويين اللي بيلعبوا في الدول الفرنسوي نفسه لكن في النهاية منتخب فرنسا واحد من أقوى المنتخبات منتخب أسبانيا واحد من أقوى المنتخبات حط معهم إنجلترا أعتقد إيطاليا النسخة دي وهي حمل اللقب النسخة الأخيرة بعيدة حتى مع سبالتي ما ظهرتش بالشكل أو بالمردود اللي خليك تراهن عليها حتى كحسان إسود في البطولة وأعتقد أن إحنا في مصر ماشيين مع إيطاليا يعني إيطاليا كويسة إحنا كويسين إيطاليا واقع إحنا وقعين مش عارف إيه الحكاية لكن يعني يبدو كده أن إحنا مرتبطين بالكرة الإيطالية طيب قبل ما نروح لأخبارنا عايز بس يعني ارتباطا بالكلام اللي كنت بقوله في مقدمة الحلقة عايز أخلي حضرتك عشان مش غيركش ودوشك بمقارنات ومواقف نرجع بيها بالذاكر لورا وحسابات معقدة هي نقطة بسيطة جدا تلخص لك القصة وكل ما فيها ممكن نعرض بس جدول قبل ما نروح لتفاصيل أخبار نعرض لأستاذ المشاهدين جدول الترتيب في الدوري ملاحظة صغيرة كده هتلخص لحضرتك القصة والحكاية طبعا الأهلي بعد ملاعب ثلاث مطشوات من المباريات المؤجلة عندنا دلوقتي الأهلي يوصل لطمنتاشر مباراة تمام؟ وهو أقل فرق الدوري لعبا للمباريات طمنتاشر مباراة احتل بيهم المركز التاني وراء بيرامدز سيبك من قصة بيرامدز هجلها بعدي مقدور عليها يعني لكن أنا عايزك تسأل سؤال قارن كده بين النادي الأهلي اللي تقال يعني أو اللي أنا سمعته في وسائل الإعلام أنه الزمالك مش عايز يلعب مع النادي الأهلي إلا ما المنافسين مش عارف مين المنافسين هو الزمالك مركز كام يعني حد يقول لي الزمالك مركز تاسع المنافسين بتوعه مين مفترض أنه هم يكونوا إيه الاتحاد وإمبي وفيوتشر مثلا دول فرق اللي هو عايز يعديهم فهو بيقول لما المنافسين يلعبوا المباراة المؤجلة الأهلي لعب تمنتاشر مباراة والزمالك لعب عشرين مباراة اسأل بقى نفسك السؤال ده وحاولت إيه تلاقي إجابة عليه ليه الزمالك لعب مطشين بس زيادة عن النادي الأهلي علماً بقى أن الأهلي شارك سافر رحلة سافر زهاب وقياب ولعب ثلاث مطشاط في بطول الكاس العامل الأندية وسافر مرة تانية ولعب كاس النغبة اللي هو السوبر المصري وسافر مرتين تلاتة تانين لعب في بطولة الدوري الأفريقي اللي هو السوبر ليج وسافر في أول المسم كمان لعب مباراة السوبر الأفريقي يعني عدد سفرات الأهلي وعدد مباراة الأهلي اللي خضها بعيداً عن دوري الأبطال أنا هحسب دوري الأبطال بتاع الأهلي قدام الكونفيدرالي بتاعت الزمالك يعني هم ارتباطاتهم رغم أن الزمالك ما سافرش يعني زي ما لقي تلاعب تقريباً كل مطشاطه هنا جوا مصر كان معاه فيوتشر في المجموعات واعتقد كان معهم فريق ليبي كان بلعب يعني المطشين رايح جاي بتلاعبوا هنا في القاهرة فبالتالي ما كانش فيه حجم سفر وارتباطات سفر ومش فاكر فيه مطشين لواحد من الفرق اللي عنده ما لعبه مثلاً كان مش مطابق المواصفات حاجة كده يعني اتلاعبوا المطشين هنا في القاهرة بالإضافة لفьютشر اللي كان بيتلاعب رايح جاي في القاهرة فحجم ارتباطاته بسفريات في الخارج ما كانش زي الأهلي اللي سافر غانا وسافر الجزائر وسافر تنزانيا وسافر الكونغو وسافر تونس يعني كل مطشاط الأهلي الخارجية تلعبت في بلاد موراق الأفيل زي ما بيقول فسيبك بس سيبك من الحزبة دي الدوري الأبطال قدام الكونفيدرالية خلاص اتعطلنا زي بعض طيب والكاس برضو كاس مصر وصلنا لعبنا النهائي مع بعض طيب الأهلي الليعب في 3 بطولات حوالي مثلا 10 مباريات زيادة عن نادي الزمالك كلهم برا مصر يعني السوبر مبارتين خارج مصر الدوري الأفريقي 4 مطشاط وكاس العالم 3 مطشاط فانت بتكلم عن 3 بطولات فيهم 7-8 مطشاط فين أو 9 مطشاط كان فين الزمالك من الوقت ده كله يعني الزمالك كان بيعمل ايه في الوقت ده كله ازاي في النهاية يبقى الأهلي والزمالك تقريبا نفس عدد المبارات او فرق المباراتين الزمالك لعب مطشين بس زيادة عن نادي الأهلي في الوقت ده كان الزمالك بيعمل ايه وكل أنديت الدوري لعبة أقل نادي فيها لعبة 24 مغرى يعني كل الجدول 24-25-26 أين كان نادي الزمالك المصري وموقعه ايه من لجنة المسابقات ده الجدول حضراتكم مفيش نادي لعب أقل من 24 شايف الجدول؟ ده الجدول الدوري مفيش نادي لعب أقل من 24 مباراة طب الأهلي عنده الأسباب المنطقية اللي تخلي لعب 18 طب وزمالك ده سؤال بس مش هكلمك بقى في ترتيب المؤجلات عامل إزاي وترتيب المؤجلات عشان مش هندخل في النواية ومش هتبنى نظرية المؤامرة يعني أنا ما بحبش هتبنى نظرية المؤامرة ودايما بقول يعني أنا دايما بص القدف فرقتي لما باجي ألعب بسم الله الرحمن الرحيم أنا بقول أنا بلعب ضد الأندية المنافسة وبلعب ضد التحكيم وبلعب ضد ملعب المباراة أرضية الملعب والإضاءة وبلعب ضد الجمهور وبالعب ضد لجنة المسابقات وبالعب ضد لجنة وبالعب ضد الكل هو اللي بيدور على البطولة ما بيفرقش معاه هل الأهلي مش كان أولى بيه أنه يعترض أو مثلاً مثلاً مباراة الدور الأول اللي كانت تتلعب في شهر عشر أو شهر 11 ليه تلعبت بعد بعد المركاتو يعني بعد سوق الانتقالات الشتوية يعني مش كان ممكن برضو هنا الأهلي يعترض فهي في أسئلة بثيرة جداً لكن المشكلة بقى أنه الأهلي يعتبر أكتر الأندية معاناة مع مواسم أنت بتتكلم على أربع خمس مواسم الفريق فيها ماشي زي القطر ما فيش فريق في العالم بيعمل النادي الأهلي بيعمله كل سنة يوصل لمحطة النهاية في دور الأبطال يعني بياخد البطولة من أولها لأخيرها لا بيودع بدري بدري ولا بيطلع من دور المجموعات ويرايح بقيت يتفرج على البطولة من منازلهم كل سنة مسافر في البلد شكل بيلعب بطولة كاس عالم كل سنة بيلعب سوبر إفريقي كل سنة بيلعب سوبر مصري كل سنة بتكلم في أربع خمس مواسم لعيبة لا تمل ولا تكل ومحدش بيتكلم ولا بيطلع له صوت فالحقيقة يعني خلينا بقى نبطل الأزمة اللي ملهاش الأزمة يعني أرجو بس من الناس أنها تكون رحيمة بجماهيرها مش بقية حد تاني على كل الأحوال تعالوا نشوف أخبار النادي الأهلي ونشوف معنا إيه النهاردة في الأهلي نيوزروم العيون كلها أنا عارف طبعا الناس كلها بتسأل أخبار وسام أبو علي إيه أخبار برسيتاو إيه الناس اللي ريحت ريحت ليه هل فيه مشاكل ولا بس الراجل قرر أنه هو يريحهم ومو الحقيقة خلينا أقول لكم وجهة نظر وجهة نظر بس يا وجهة لا ليه علاقة بوجهة نظر رسمية ولا حاجة ليه علاقة بدارة النادي الأهلي أنا بقولك كواحد من الجمهور يعني أنا هنا بتكلم معاكم كواحد من جماهي النادي الأهلي لما بقول رأي أو بقول حاجة بقول رأي كوجهة نظر ممكن تاخدها من هنا وتطلعها من ناحية تانية ونساها خالص كأني ملتاش لكن لو النهار ده أنا قررت وأنا عيني على موسم جاي صعب جدا جدا أنا مصفق الحقيقة على النادي الأهلي يا أب جد صعبان عليا جدا الأهلي السنة الجاي مش عارف بصراحة موسم زي ده وكان الله في عون مارسل كولر وكان الله في عون اللاعبين وكان الله في عون إدارة النادي الأهلي وكان الله في عوننا كمان إحنا كمان يعني لما تكونها تلعب كاس عالم وتلعب انتركنتيننتل وتلعب دوري أفريغي وتلعب دوري أبطال وتلعب سوبر إفريقي وتلعب دوري وتلعب كاس السندي اللي أعتقد طبعا مش هيكمل وكاس السنة الجاي في موسم واحد عندك في تصفيات كاس عالم وعندك في بطولة أمم إفريقيا أنا لو لعيب كرة أنا أقولك أنا أعتزل كرة شكرا جزيلا مش عايزين يعني شكرا مين اللعيب اللي على سطح الكوكب ممكن يلعب كل المطشاط دي وانت عندك موسم يعني الموسم اللي إحنا فيه ده خلص خلاص هو خلص العالم كله خلص لو انت النهار ده بتقول لي آه أنا المسابقات عندي أو الموسم المحلي انتهى النهار ده وقابل بقى وزي ما بنقول كده وعرض يعني للموسم اللي جاي عندك فترة شهرين تلاتة خد راحة سلبية رايح لعيبتك اعمل معسكر اعداد على أعلى مستوى فكر في مركاته طبيعي جدا في توقيت طبيعي جدا تبيع فيه وتشتري زي ما انت عايز وحضر بقى يا باشا براحتك للموسم اللي جاي لكن ده الموسم بتاعك فضل فيه 16 مباراة في الدوري والله أعلم كم مباراة في الكاس انت متخيل يعني انت متخيل اللي انا بقوله لك انا بكلمك على موسم قدامه لسه على اقل شهرين يعقوبه على طول مباشرة موسم ولا أصعب فالنهار ده النهار ده يعني ده أقل الإيمان اللي بيعمله ده مرسل كله يعني أنا أتمنى انه فيه لعيبة ممكن يبقى بالنسبة لهم أنا عارف طبعاً الأهلي بيلعب على كل بطول عشان محدش ياخد كلامي بفكرة ان انا مش عايز بطولة الدوري لا طبعاً عايز بطولة الدوري احنا النهار ده بينا عايزين بطولة الدوري مش بس عشان احنا عايزينها لكن كمان عشان محدش تاني ياخدها يعني أغلب جبهين نادي الأهلي بتفكر بالقصة دي انه احنا ناخد الدوري عشان محدش تاني ياخده لكن في النهاية انت لو بتسألني أنا فيه لعيبة ممكن اديها راحة لغاية نهاية الموسم مش بس مطش الداخليان بارح ممكن يلعبوا المطشات التقيلة انت عندك مطشين مع بيرامتز عندك مطش مع الزمالك دي المطشات اللي ممكن شوية تبقى محتاج فيها لكن فيه لعيبة بجد مستنزفة منهم الأسماء اللي رياحهم مرس الكولر في مطش مبارح يعني سيبك مش الناوي طبعا لان مش الناوي راجع من إصابة طويلة على المنتخب لكن عبد المنعم مروان عطية حسين الشحات يعني فيه لعيبة كتير في محمد هاني فيه لعيبة كتير في الأهلي الحقيقة المشفق عليها مش بس الموسم دلأ كمان الموسم اللي جاء لكن في جميع الأحوال خلينا نتكلم على مباراة الزمالك طبعا زي ما قلتلكم فيما يتعلق بغيابات مبارح هي كلها بقرار من مرس الكولر لراحة اللعيبة دي اللي بازلت موجود كبير جدا سواء مع المنتخب أو مع الأهلي في الفترة اللي جاية واستعدادا وتحضيرا لمباراة الزمالك إن شاء الله يوم الثلاث فيما يتعلق بقايمة المصابين عشان يبقى الكلام يعني مظبوط خلينا نروح للتمرينة بتاعت النادي الأهلي وانس المرسل بتاعنا هناك اعتقد زميلي كريم أحمد هيكون معنا من نادي الأهلي هيتعملنا وهيعرفنا على تفاصيل التدريبة بتاعت النهاردة ومنه هنعرف كل التفاصيل المتعلقة بالإصابات خلينا أقول لكم كمان أنه الفريق شغال طبعا نهاردة يعني بعد الفوز مبارح بدأ مرس الكولر في التحضير لمباراة الزمالك اللي هتلعب إن شاء الله يوم التلاتي مباراة الجولة السبعة والعشرين في بطولة الدوري احنا بنلعب النهاردة نلعب المباراة رقم تسعتاشر طبعا كل ده في إطار طبعا سعي الأهلي لاستعادة موقعه انت عندك النهاردة بتتكلم عن الفرق بينك وبين بيراميدز ست مباراة ست مباراة مؤجلة عندك رصيد بيراميدز اللي هو في الصدارة يعني مؤقتة إن شاء الله مؤقتة يعني تسعة وخمسين نقطة تسعة وخمسين نقطة الأهلي بعد مباراة الداخلية رفع رصيده لتنين واربعين نقطة لعب أقل من بيراميدز كام لعب أقل من بيراميدز ست مباريات يعني لما تحسب 18 بمت كسبتهم تعدي بيراميدز بنقطة لكن مش بس كده بيراميدز كمان عنده مطش معجل احنا ملعبناش مع بيراميدز في السيزن ده في الدوري انت عندك كمان مباراة معجلة مع بيراميدز نفسه يعني في حال تخطيت النقطة دي أو تخطيت بيراميدز واستعدت الصدارة بفرق النقطة مباراة بيراميدز المعجلة مكسبها يخليك كمان تبعد بأربع نقاط ونستنى مباراة الدولي التاني حتى لا قدر الله لو خسرتها هيبقى برضو التفوق لنادي الأهلي فان شاء الله بإذن الله الحزبة مصصعبة ما عندناش مطشات صعبة غير مطش الزمالك التاني ومباراة بيراميدز زهاب وعودة في الدوري دول المباراة اللي ممكن تمثل الحسم في اللقب السناني غير كده إن شاء الله بإذن الله بإذن الله الأهلي قادر على إنه مش عايزين بقى نتكلم على ضربات جزاء ونتكلم في حاجات صغيرة نرجو من تحكمنا بس أنا مش عايز كل شوية نعلم على الحكام بتوعنا قدينا شايفين في أوروبا الدنيا ماشي إزاي وإزاي الحكم بيروح ياخد قرار في أربع وخمس ثواني ما فيش مباراة بتقف بالأربع والخمس دقايق فيش لمسات يد دجوه منطقة الجزاء ما بتحسبش واضحة وضوح الشمس كل اللي في ملعب شافها معادي حكم السحة وحكم الظهار يعني يعني شيء الحقيقة يدعو للكوميدي لكن في جميع الأحوال نتمنى لتحكمنا يعني يعني نتمنى إن شاء الله بإذن الله الموسم يكون موفق يستعيد في التحكم المصري مرة تانية كفاءته عندنا حكام كويسين والله مش عارف ولما بيطلعوا بره مصر حكاموا مطشط في دولة الأبطال ولا في بطولة أمة وأفريقيا بيظهروا في مستوى كويس جدا يعني يعني الانتماءات تغلب ما أعتقدش وأعتقد أنه إذا كنت بتتكلم على نجاحك في مكانك أو نجاحك في مهمتك أعتقد أنك مش هتحب أي نادي بتنتمي لي أكتر من ما هتحب نفسك وإسمك وصمعتك ومستقبلك طيب نروح لبقية الأخبار خلينا أنا أقولت لكم طبعا التمرينة النهاردة هنتابع لقطات منها إن شاء الله نروح لنادي الأهلي كمان شوية عندنا عودة شناوي مروان وعبد المنعم إن شاء الله يكونوا جاهزين أمام نادي الزمالك وسام أبو علي بنسبة يعني 99% جاهز إن شاء الله يعني أعتقد أنه كمان هيبان في تمرينة النهاردة هيشارك في التمرينة النهاردة وأعتقد إن شاء الله بإذن الله هيكون جاهز في الفترة اللي جاية عندنا طبعا وسام مهم جدا طبعا يعني بالمناسبة الأهلي على مستوى الصناعة في مباراة مبارح مثلا أو حتى في الثلاث مطشاط دول أدائما ليه بكلم على مطشاط ما بعد التوقف لأنه ما عرفش يعني بحس إنه الفورمة اللي بيوصلها النادي الأهلي قبل التوقف بتبقى مختلفة تماما عن الشكل اللي بيظهر به بعد الفترة وده طبيعي ومنطقي واحد الفرقة ما بتتمرنش مع بعضها اتنين في لعيبة بتبقى مشاركة مع المنتخب سواء أولمبي أو منتخب أول فبيبقى الانسجام إلى حد ما تأثر بشكل أو بآخر عملية الروتيشن على الرغم إنها ليها إيجابيات كبيرة جدا لكن برضو بيكون ليها سلبيات فرصة اللعيبة كتير تراهن عليها يعني منهم ريدا مثلا أنا شايف إنه ريدا خامة ما يختلفش عليها اتنين ريدا سليم لعيب مبشر جدا جدا كوالتي النادي الأهلي الحقيقة لكن العدم المشاركة باستمرار مأثر بشكل كبير جدا على إنه ريدا سليم يجيب فورمته وده ظهر في ماتشن بارا فأتمنى إن شاء الله إنه مع المشاركات ومع الروتيشن إنه لعيبة زي ريدا سليم زي ناس كتير مش عايز أتكلم على ريدا بس السلاي مبارح مثلا ظهر في جزء صغير جدا مباراة لكن ظهوره كان مؤثر جدا وهو اللي حسم التلاتة التلاتة نقاط للنادي الأهلي مبارح في لعيبة كمان تحسها في الملعب تقيلة مش قادرة شبعانة كورة مستنزفة بدنيا يعني أين كان السبب فمحتاجها تريح شوية لعيبة تانية تاخد فرصة واعتقد إنه قايمة الأهلي النهاردة أنت مبارح شفت الشوط الأولاني مثلا أنا دايما كنت براهن على بزياد في مطسو زيادة داخلية يعني مطسو زيادة داخلية فرقة هتلعب زون كلها هترجع ورا مش هيفتح خطوطه قدام النادي الأهلي توليفة أفشة مع إمام في المبارزة دي عملت فرق كبير جدا في أداة النادي الأهلي آه كان الحقيقة فيه رعونة فيه تسرع فيه عدم تركيز معرفش إيه السبب يعني لكن الشوط الأولاني مثلا خمسة ستة والتاني فيه تلاتة أربعة لكن ما سجلتش منه بغير الهدف وكان هدف حلو جدا وملعوب جدا بتاع محمد مجدي أفشة إلى أن جاءت تصويب السورية وخلصت التلاتة مونط طيب خلينا نروح لنادي الأهلي ونروح لجزيرة سريعا جدا نطير لزمالنا كريم أحمد موجود داخل النادي الأهلي يطمننا على تحضيرات والسعدادات النادي الأهلي للقاء القمة يظل لقاء قمة حتى لو كان الزمالك في منتصف جدول الترتيب وحتى إن كان بعيدا إلى حد كبير جدا على المنافسة لكنه جباهي الكرة في مصر بكل ألوانها وانتماءتها بالتأكيد تنتظر اللقاء الأهلي والزمالك واللقاء الأكثر جمهرية واللقاء الأكثر شعبية كريم معانا مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك زميل العزيز أحمد سمير برحب بيك في البداية برحب بكل مشاهدي قناة الأهلي بكل مكان كل سنة وانت طيب والناس مستنينك عشان تنقلهم أخبار النادي الأهلي طبعا انت عارف الأيام اللي بتزبق مبارات أو مباريات القمة بيبقى ليها اهتمام كبير جدا والناس بتبقى عايزة تعرف كل التفاصيل متعلقة بتحضيرات الفريق لمبارات القمة إن شاء الله يوم التلاتة اللي جاء أبدأ معاك بملف اللاعبين سواء اللي مشاركوش بداعي قرار مستر مارسل كولر بقرحتهم في مبارات الداخلية بالأمس أو اللاعبين اللي على قوائم الإصابة في النادي الأهلي ويمكن كنت بتكلم من شوية عن برسيتاو وعن وسام وأن وسام هو الأقرب من القائمة دي فخليني أعرف منك ونعرف أستاذ المشاهدين كل التفاصيل بالتأكيد طبعا يعني في البداية بين باركل النادي الأهلي مبارات الأمس الحقيقة كانت مباراة مهمة وثلاث نقاط مهمين جدا في ظل ضغط الكبير في بطولة الدوري العام زي ما قلنا كل 72 ساعة مباراة بتفرق في التحضير بشكل كبير بيكون مهم جدا أن أنت تدخل معنويات ورغبة كبيرة جدا ده أمر بيكون مهم عشان كده المتطلبات بيكون مهمة للجهاز الفني وكل اللاعبين لكن بالتأكيد كانت مباراة جيدة وهي دي قيمة النادي الأهلي الحقيقة مهما كانت تعثر مباراة مباراة واحد واحد لسه معك وقت تقدر أن أنت تحرز هدفه اتنين توفيه ربنا كان معانا الحمد لله في مباراة الأمس لكن لو بكلمك زميل أحمد وبنطمم بقى كل جمهورنا على حالة المصابين وهبدأ معاك الحقيقة من وسام وسام أبو علي بيعلن جهازيته بشكل تام ليه مباراة نادي الزمالك شفنا الحقيقة فيه التدريب يعني زي ما بنقول كده بقى بلستارز وبنشايفينه بشكل كامل بيتمرن فيه التدريب فريقا للنادي الأهلي فيمكن دي إشارة مهمة جدا عندنا لسه كمان يعني بكرة وبعد بكرة إن شاء الله بإذن الله يكون في قمة تركيزه وفي قمة أيضا كمان مستواء الفني إضافة قوية جدا الحقيقة وسام أبو علي بيرسيتاو يعني حتى هذه اللحظة الأمور بالنسبة له لسه كنتعرف زي ما قلنا العضلة الخلفية بيكون فيها تأني بشكل كبير جدا الجهاز الطبي بيحاول أنه يكون دقيق جدا في التأني في الدفع باللاعب سواء في التدريبات وأيضا كمان مستر كولر بيكون عنده تحافظ بشكل كبير جدا في الدفع في المبارات فيمكن دي الأمر الخاص بالنسبة لي بيرسيتاو مروان من عمل شناوي جهزين بكل قوة الحمد لله متواجدين في التدريب ويكونوا متواجدين إن شاء الله بإذن الله على مدار الأيام القادمة بالنسبة لي التدريبات ومنها إن شاء الله لمباراة الزمالك في الجولة 27 بمشيئة الله إن شاء الله زي ما قلت لك زميل أحمد يعني فيه أمر مهم هنتكلم فيه مستر كولر كلم لعبة النادي الأهلي قبل انطلاق هذه التدريب لابد يكون في فصل تام ولابد أن احنا نركز بشكل كبير جدا في المباراة وده أمر مهم جدا أي أمور خارج المستطيع الأخدر أي أمور خارج المباراة لا تعنينا في شيء اللي يعنينا هو التحضير التركيز التدريب بكل قوة الرغبة إن شاء الله بإذن الله فيه تحديق نتيجة إيجابية كالعادة طبعا فيه المباراة القوية جدا بحجم وقيمة مباراة الأهلي والزمالك دي نوطة مهمة جدا الجو حرارة الجو يمكن شديدة شوية التدريب كان مفروض يكون ستة تأخر شوية عن معاده الطبيعي لكن الحمد لله لعبة النادي الأهلي في كم الجهازيتها ريكاوري النهاردة بالنسبة للعيبة اللي خاضت المباراة الأمس كان مهم جدا لكن بشكل عام الأمور الحمد لله مطمئنة وطيبة جدا لكل اللعيب اللي النادي الأهلي الحمد لله بنتمنى إن شاء الله بإذن الله لعبتنا تكون في تدريبها النهاردة تحافظ على نفسها الحاول كله يستفيد النهاردة من التدريب في مجموعة ما شاركتش في المباراة نهاردة مستر كولر هيعملهم تأسيمة في نهاية التدريب وده أمر بيكون مهم لإن أنت كمان تحاول إن كل اللعيبة تكون منسجمة مع بعضها في تدريبات وتحديدا كمان بيكون في تأسيمة في الجو الصعب ده شوية بتبقى الحافظ موجود مع اللعيب تنادي الأهلي لكن الحمد لله الأمور طيبة ومطمئنة جدا حتى هذه اللحظة زميلي أهلي كده يعني يقول تقريبا إنه الأهلي بس تسناء برسيتاو أنا عرف إنه برسيتاو لسه موقفه مش واضح وهيخضع لكشف طبي يتحدد على أساسه هيخش في سكواد الأهلي قدام الزمالك ولا لأ لكن معدد ذلك كل سكواد الأهلي كامل لعدد يا كريم بالتأكيد آه يمكن دي نقطة مهمة جدا زي ما بقولك الحقيقة كانت وسامة البداية اللي احنا حابين نتكلم فيها لكن برسيتاو هو الأمر بالنسبة له آه بيتعمله فحص طبي النهاردة ولسه بكرة لكن زي ما بقولك إنه أنت ما بتشاركش في التدريب الجماعي بتديك انطباعة بتديك إحيان أنت مش هكون متواجد في المباراة بقيمة المباراة فيها قوة كبيرة جدا زي مباراة نادي الزمالك سواء المباراة هتتلعب أو مش هتتلعب نادي الآهلي بيحضر لها هذه المباراة بكل قوة لعبتنا في قمة تركزها بالنسبة لمباراة نادي الزمالك لكن الحمد لله طمين على كل سكواد من طبيب النادي الآهلي الدكتور رحمة جبالة الحمد لله كل فيه جهازية تم لمباراة الزمالك بمشيئة الله طيب عايز أعرف برنامج الأهلي اليومين اللي جايين هل بكرة فعلا هيكون فيه راحة للعبين من التمرين ويستعيد الأهلي مرة تانية تحضيراته يوم الاثنين ولا هيستمر الأهلي على مدارة ثلاثة يام دول في التحضير لمباراة الزمالك يعني زي ما بتقول قبل مباراة الدخلية كان لعبتنادي الأهلي ما خدتش راحة تماما النهاردة كان ريكافر بالنسبة لعبين وزي ما قلنا تدريب لباقي اللعبين لكن الحقيقة كان فيه حديث سريع معا تدريب بكرة الأمور هتبقى ماشي إزاي الحقيقة يمكن بكرة يكون راحة الفريق النادي الأهلي على ناستقنف التدريبات إن شاء الله بإذن الله يوم الاثنين ومنها يوم الثلاثة إن شاء الله المباراة الرجل بيحاول أنه بعد كل مباراة سواء يدي ريكافر يوم وبعد كده بيدي تدريب لو فيه متسع من الوقت ما بيكون فيه اتنين وسبعين ساعة أو تمانية وربعين ساعة فقط لغير بيحاول أن الرجل يدرب كل اللعبين على مدار التوقيت أو على مدار الأيام بشكل عام لكن بشكل خاص جدا النادي الأهلي غدا نراحه وبعد غدا إن شاء الله يستقنف تدريبات النادي الأهلي فيه تمام الساعة بعيدا عن مطش الزمالك يا كريم أنا عرف طبعا أنه معلول برح حسابات النادي الأهلي للمسلم ده لكن خلينا نعرف لو فيه أخبار نطمن ونطمن جماهير نادي الأهلي على علي معلول وعن حالته وعن إصابته أو عن تطور مراحل العلاج بالنسبة لعالي لأنه علي نتعرف عند الأهلوية يعني غالي جدا بالتأكيد طبعا يعني علي معلول قيمة كبيرة جدا جدا يعني جمهور نادي الأهلي هي بيعشق حاجة اسمها علي معلول بقيمته الكبيرة جدا وباحترامه وبعشقه للنادي الأهلي وبروحه الكبيرة جدا الحقيقة يمكن علي معلول موضوع لبرنامج تأهيل دقيق جدا بيقوم بيه الحقيقة بكل جدية علي عايز يرجع في وقت قريب لكن تعارف وقت رأكيلس ليه حسابات طبية وليه حسابات بالنسبة للتأهيل وبيكون أمر مهم جدا أن أنت تستقيد خواك بشكل كبير جدا يعني ما بنتكلم معه الجهاز الطبي على طول بيطميننا علي ماشي بشكل طيب جدا ماشي بشكل منتظم ما فيه لتأهيل الرجل معمول له برنامج زي ما بنقول دقيق بينفزه سواء برنامج تدريبات في البيت سواء ما بيجي هنا كمان تدريبات فيه للنادي الأهلي الحقيقة علي معلول إن شاء الله بإذن الله بيتمنا له يعود مع النادي الأهلي لكن زي ما بيقول هي فترة صعبة شوية على العلي لكن بقيمته وبتركيزه وبخبرته الكبيرة يتخطى إن شاء الله بإذن الله هذه الإصابة الصعبة شوية في توقيت صعبة بالنسبة للعلي جمهور النادي الأهلي الحقيقة عارف قيمة قدقية علي معلول وعارف إن هو يكون متواجد خلال المرحلة مع النادي الأهلي لكن إن شاء الله بإذن الله علي يستعد يعني يسترد قوته بشكل كبير جدا خلال الفترة خليني أسألك سؤال أخير بس يا كريم قبل ما نختم تقطية التمرينة بتاعت النادي الأهلي بشوف الولاد اللي هما تحت السن الأفارقة أعتقد فيه واحد منهم بيلعب في مركز الباك الشمال من غانا بنشوفهم حتى فعوات كتيرة جدا في التدريبة ممكن تقول لنا كده أو تدي فكرة للسادة المشاهدين عن إمكانياتهم عن أداءهم مع مستر كولر عن كلام مستر كولر معاهم بيراهن عليهم في الفترة اللي جاية مع الأهلي ولا ممكن يكونوا لسه محتاجين يعني يحط رجلهم في الملعب أكتر يطلعوا إعارة الخيمة بتاعتهم الكواليتي بتاعتهم أنت بتشوفهم وبتابعهم في التمرين يمكن بشكل يومي فيمكن تكون أكتر حد ممكن تكلم الأهلوية عنهم يعني طبعا بالتأكيد أنت عارف يعني قيمة النادي الأهلي كبيرة جدا والحقيقة مستر كولر بيحاول أنه يعني أي لعيب بيلفت نظره في القطاع أي لعيب يكتهت في القطاع بيحاول أنه يدخله في وسط المجموعة بيحاول أن هو يعيشه في الأجواء الخاصة به تدريب النادي الأهلي الحقيقة هي خامة مبشرة جدا لعيبة أطولها ممتازة عندها سرعات كويسة جدا لكن يعني زي ما بنقول لسه يعني النادي الأهلي زي ما بتقول تعارف المحترفة ما بيكون متواجد أو اللعب الأفريقي ما بيكون متواجد ليه مصافات محددة ومعينة لكن يعني الفترة دي ممكن يكون مستر كولر بيحاول أنه يشوفهم في بعض الأماكن في بعض التاكتك بيحاول أن هو كمان يعني يديهم بعض الأمور الفنية لأن بيجي له تقرير من قطع الناشئين عن مستوى اللاعبين بمجرد أن تقرير بيجي له بيحاول أن هو يشوفهم مع النجوم ومع لعيبة النادي الأهلي ممكن تظهر بشكل طيب جدا مع القطاع وفي مباريات مهمة لكن مع تدريب النادي الأهلي وفوسط المجموعة والسكواد الرائع والمميز والخبرات الكبيرة جدا ممكن ما تدارش تحكم عليهم بشكل كبير جدا في التدريبات لازم تشوفهم في المباريات وهم يمكن بعيد شوية عن المباريات حتى المباريات الودية ما بيشاركوش فيها يعني بشكل كبير جدا لكن هي خامة مبشرة وخامة طيبة لكن محتاجين زميل أحمد استمرارية محتاجين هم يشاركوا محتاجين أن هم أيضا كمان يكون عندهم الدفع الكبير جدا أن هم يثبتوا نفسهم لمسطة الكورة وده يمكن أيضا كمان هيبان مع التدريبات ومع المباريات الخاصة بقطع نشئين ومش بعيد الحقيقة ممكن يكون واحد منهم متواجد خلال الفترة القادمة مع فريق النادي الأهل محدش بيعرف أبدا الفرصة بتيجي منين وإمتى بشكرك شكرا جزيلا دايما عندك كل التفاصيل وكل الأخبار بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز كريم أحمد دي كانت أخبار تمرينة الأهلي النهاردة وتحضيراته الأهلي زي ما قلنا لكم متابعنا مع كريم النهاردة تمرينة بكرة راحة ثم تمرين رئيسي وأخير إن شاء الله يوم الاثنين استعدادا لمواجهة يوم الثلاثة الأهلي حاضر الأهلي جاهز للمباراة لقاء القمة المنتظر إن شاء الله فاصل ونرجع لحضرات مش بالضرورة أبدا أنه الأكفأ أو الأكثر تأثيرا أو صاحب البصمات والإنجازات يبقى الأعلى أجرا وأعتقد يعني أنه سود جيت لوحده يكشف أو يأكد على القاعدة دي بشكل كبير جدا أغلق مدرب في المدربين أو مدير الفنين اللي بيظهروا في اليورو في ألمانيا ولكنه الحقيقة يمكن ورغم أنه ها يمكن واحد من أقوى المنتخبات إن لم يكن أقوىها لكن ده لا يعكس تماما أي قدرات لسود جيت كمدير فني أشوف أسماء كتيرة جدا منها لوتشانوس بالاتي منها دي دي شان منهم ناجلزمن أعتقد أكثر قوة وأكثر تأثيرا بشكل كبير جدا مع منتخباتهم لكن ما علينا سب اليورو على جن ونروح للقاء الأهم اللقاء الأقوى اللي لا لي علاقة بحالة فريق ولا لي علاقة بأسماء اللاعبين ولا لي علاقة بترتيب في جدول الدوري ولا لي علاقة ببطولات وإنجازات تظل لمباراة الأهل والزمالك دايما حقيقة هي قمة الكرة المصرية بصرف النظر عن مقدماتها أو ظروفها والحقيقة دايما أنا بيشعدني دايما دايما إن هو يكون موجود معايا في السادسة مش بس عشان ثقافته أو عشان شخصيته أو عشان أخلاقه الحقيقة ده شيء بيشهد به الجميع لكن كمان عشان هو من ناس اللي بتحب تتكلم معهم كورة ناس تقدر تتكلمك وتقدر تفهم وتشوف من وجهة نظرها ومن رؤيتها حاجات كتيرة جدا ما كنت شايفها وخصوصا في الأوقات الصعبة دايما بنعدي باختبارات هي الدنيا كده هي الحياة اختبارات بتكون صعبة يمكن معدن البني أدم الحقيقي ظروفه وقدرته على التحمل إيمانه بالله عز وجل هي الحاجة الوحيدة اللي بتساعده على أنه يتخطى الظروف دي وهو الحقيقة ما تأخرش علينا رغم الظروف الصعبة بعد وفاة والدته هو يكون موجود معنا على هوى النهاردة كابتن أشرف من دوحنك من نادي الأهلي واضفنا يا أشرف سعيد انت عارف دايما أنه سعيد بوجودك رحمة الله وسعى ويجعل متوالجا شكرك جدا طبعا ومشكرك على حضورك ومشكرك كل الناس طبعا اللي عزتني سواء تلفونيا أو بحضور الجنازة أو العزة وبشكرك أن جدتني الفرصة دي طبعا لبشكرهم على الهوى وكلام كتير جدا وكبير علي بصراحة اللي قلته ونتعرف مع عزتك وحب بليك يعني وحتراب ربنا يخليك بشكرك جدا جدا ونتعرف أن يعني ببقى سعيد جدا جدا والله بوجودي معاك وطبعا في قناتنا مكان الكوبيتك مكان الكوبيتك طبعا خليني أبدأ معاك الأول كلامنا من يعني كان نفسي طبعا أعدي معاك على على اليورو بس يعني هحاول لو فضل معانا وقت خلينا نتكلم عن عودة النادي الأهلي مرة تانية تلات عندنا جدوى المزدحم أنت عارف جدا بسبب عدد المؤجلات عودة بعد التوقف أيضا بعد مشاركة الدوليين مع منتخب مصر الأول والأوليمبي دايما الدروبات اللي بتحصل للأهلي بتبع بعد فترات التوقف طويلة لكن نجح كولر ونجح تلقابة الأهلي في على أقل تقدير ده اللي احنا متفقين أو الأرضية المشتركة أنهما يحققون تسعة بونت في التلات محشوط اللي عبناهم إجمالا يعني فارقه ثم التحاد ثم الدخلية شاف أكتر حاجة من وراء في الأهلي إيه وقبل مواجهة الزمالك اللي جاية مرحلة صعبة طبعا ومتفقين كلنا أن مرحلة اللعب المؤجلات الكتير اللي موجود فيها النادي الأهلي بعد فترة من بداية الموسم لغد الوقت النادي الأهلي خد كم بطولة لعب كم مباراة عدم دايق قد إيه لعبها لعيبة النادي الأهلي فأنت بتكلم في ضغط بدني كبير جدا جدا ضغط عصبي كبير جدا جدا فيه لعيبة النادي الأهلي لكن تحقيق الإنجازات بيهون كل ده مع فكر مدير فني وجهاز فني الحقيقة أنا بحترم جدا جدا ميستر كولر رغم بعض الأخطاء البسيطة اللي البعض شايف أنها ممكن تكون بتؤثر لكن الناس مش عارفة قد إيه لعيبة النادي الأهلي مضغوطة مش عارفة لعيبة النادي الأهلي قد إيه مضغوطة بدنيا وزهنيا وعصبيا علشان أنت دايما بتلعب على البطولة فإو أنت قاعد بتفرج على تليفزيون أنت حاسس أن الأمور سهلة أو أنه ليه مثلا كهرباء بيضيع بالسهولة دي أو ليه حسين وصل لمرحلة الإيجهاد ده لا فيه ضغوط كبيرة جدا جدا بدنية وزهنية وعصبية وبالتالي لا لعبنا اللاهلي معزورة بتحقق الإنجاز وبتحقق كمان التلاتة بونت أو التلات نقط في مؤجلات كتيرة جدا قلنا قبل كده أنه من الصعوبة جدا على النادي الأهلي أنك تلعب كما مؤجلات كبير بعد بطولات كتير في وقت قليل والأصعب أن الفرق دي كمان بيكون موقفها تصعب يعني فيه فرق بتبقى بتنزل زي فرقة مبارح الداخلية موقفها في الجدول الترتيب بقى صعب جدا جدا فقتلها على النقطة غير لما تقابلها في بداية الموسم أو في معايد المبارادي الفرق بتبقى بتلعب على المربع الزهبي أو منتصف الجدول فكل المباراة بتبقى أصعب على النادي الأهلي لأن فيه ناس معتقدة أن المؤجلات بتكون أسهل للنادي الأهلي وفيه فرق كمان فيه فرق لما يبقى المنافسة ماشية راس براس يعني فريق اللي بي نفسك على البطولة بيكسب مباراة بيتعثر مباراة بتضغط عليه بتضغط عليه غير لما تلاقي أن الفرق من حيث عدد النقاط يعني فريق كبير جدا جدا وعليك أنك أنك ما تخسرش في كل الجوالات عشان تقدر تستعيد الصدار ومتتفق معك في ده جدا جدا يعني بيرامدز دلوقتي أعتقد أنه من سنين من بعد ما تواجد بيرامدز في الدوري ما شفنوش تخطى عشر مباراة فوز بهذا أعتقد أن عدم ملاحقة النادي الأهلي ليه راس براس بتقول يا أحمد مسهلة الأمور شوية نخليهم في ارتياحية شوية في الأداء وفي النتائج يعني الأمور صعبة في النادي الأهلي فعلا يعني لو الأهلي ضغط في هو وبيرامدز أو الأهلي في الصدارة ده بيصيب المنافس نوعا ما بالتوتر بالألاء بيأثر بشكل جدا بيأثر على الأداء طبعا وعلى النتائج وبالتالي أعتقد أنه كان في مرحلة صعبة النادي الأهلي في مرحلة صعبة في الدوري المحلي لكن الحمد لله النادي الأهلي حقق العلامة الكاملة من التلات مباريات لسه في مؤجلات تانية ست مؤجلات أعتقد أنها فيها صعوبة شديدة جدا لكن اللي بيعمله الجهاز الفني وعلى رأسه طبعا ميستر كولر وكابتن سامي قمصان في عملية التوازن وعملية التغيير والروتيشن اللي بيحصل أعتقد أن من أهم المميزات أن كل اللاعبين أصبحوا جاهزين الحمد لله جهزية كاملة بدنية على الأقل بنشوف بعض الناس شوية يعني بعيدة شوية عن تركيزها لكن الحمد لله الكل جاهز بدنيا وأعتقد إن شاء الله الفترة جاهزة كل إن شاء الله يكون جاهز كمان نفسيا بإذن الله أفضل ماتش في الماتشات التلاتة أفضل ماتش من حيث الأداء من حيث الأداء أفضل شكل ظهر به الأهلي أو أفضل شوط لو عايز تختار كمان شوط يعني أعتقد برات الاتحاد كان نادي الأهلي جيد بشكل أو بآخر وكان فيه ندية ونادي الأهلي كان فيه تحضير بشكل جيد على الأقل فيه الناحية الهجومية مبارات فاركو كمان كان نادي الأهلي جيد بشكل كبير يمكن مبارح شوية الصعوبة جات إنك بتلعب فرقة يعني فقد الأمل في كل شيء وبالتالي بتلعب خلاص يعني يعني معندهاش معندهاش طموح غير إنها تحصل على نقطة صحيح أو نقطة صحيح من المباراة لكن الهدف ده خلهم أفضل كتير هدف التعادل خلهم أفضل كتير ما قبل الهدف أعتقد نادي الأهلي كان مسيطر بشكل كبير جدا حتى نسبة الاستحواز يعني نادي الأهلي كان وصل لـ 75 و 73 يعني نادي الأهلي مستخدم شكل كبير والشكل اللي ظهر بيه الأهلي في شوط الأول منتعل خطورة قدرة كبيرة جدا على صناعة فرص مؤكدة صحيح تسجيل هدف هل ده مرتبط بالتوليفة اللي اختارها مارسل كولر يعني لأول مرة أعتقد أول مرة آه هي أول مرة ما شفتهمش قبل كده ممكن كتبديل آه يعني آه 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 لكن يبتدوا المباراة يعني في الحداشر لأ ما حصلتش إنه آفشة بدأ مع مع إمام ومن وراهم كمان آه 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 التركيبة دي من وجهة نظرك آه آه صنعت الفرق في مباراة في شوط الأولاني مارسل برح آه من أفضل الستة اللي ممكن لعبها أو تمانية ممكن لعبه في مصر في الوقت ده آه 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 صنع فرص كتير جدا آه آه وسجل هدف رائع جدا يعني بغضر نزع عن الهدف وصنع أهداف كتير آه 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 يعني تخيل لو الأهداف اللي قدر نادل آه 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 ضاعة الفرص وده تكلم عليه ميستر كولر أعتقد من بداية الموسم لغاية النهاردة في مشكلة آه في إنهاء الفرص أو إنهاء الهجمات للنادي الأهلي أتمنى إن شاء الله يكون فيه تركيز أكتر في المباراة اللي جاية لأن المباراة بتتصعب وكمان أنت بتبزي المجهود أكبر عشان تقدر آه تتخطى المباراة وتحصل على الثلاث نقاط آه صناعة الفرص وإحرازها أو آه أنك تخلص المباراة من بدري ده بيدي فرصة كبيرة لميستر كولر لإراحة اللعبين صحيح وأعتقد إن الحمد لله عندنا جهزية كبيرة جدا 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 لكل اللعبين إذا اكتشفنا بها بشكل كبير لو ممكن نستعرض أجزاء من المباراة يا ريت نجيب الهدف الأول يمكن واحدة من أكتر كمان الحاجات اللي لحظتها مش بس في اختيارات كولر جيب الهدف الأول يمكن واحدة من أكتر كمان الحاجات اللي لحظتها مش بس في اختيارات كولر للعيبة أو تركيبة أفشا وده هدف أفشا طبعا هدف جميل جدا جدا السندة كهرباء والتريح سندة كهرباء ثرو أو كروس إمام الطولي مع تريحة كهرباء مع استقبال أفشا أو سندة أفشا مستشتغل مدير فني خالب الجهاز فني ليه؟ لأننا شفنا الهدف ده أكتر من مر صحيح يعني وده لن كنت نمكية كبيرة جدا وعدم تقاعد بالمراكز وأعتقد ده بيوربك جدا جدا أي فريق يحضر على شكل أو نمط معين هلعب بينا صحيح يعني هنا شفنا الهدف ده مودست لوسامة أبو علي شفنا الهدف ده إمبارح كهرباء لأفشا وشفنا كمان صناعة من مودست لكهرباء الهدف اللي ضاع وبالتالي لا فيه جمل بتتعامل فيه حاجات بتتحفظ للعبين وده شغل الجهاز الفني طبعا والعباء بيجهزوا بشكل أو بينفزوا بشكل رائع جدا أفشا يعني الحمد لله ماشي بشكل جيد وأتمنى إن شاء الله أنه يستمر بهذا الشكل شخصية أفشا اتغيرت كتير أوى يا أحمد من فترة طويلة من بعد الجلسة اللي عقدها مع ميستر كولر أعتقد أن حتى طريقة وأداء أفشا داخل المعب اختلفت كتير جدا من ناحية الدفعية ومن ناحية الهجومية صناعة الأداف حتى اعتماد فريق النادي الأهلي على أفشا في أنهم يسلموا له الكرة وهو يتعامل بقى وهو يتصرف أعتقد أن دي فرقت كتير جدا في المبارات اللي فاتت مع أفشا والنادي الأهلي مرح شوفنا كمان وجوه غابت لفترات طويلة السورية أبرزهم بما أنه كان الأكثر تأثيرا صحيح شوفنا عودة ياسر شوفنا مشاركة كوكا مكان شوفنا عودة طاهر يعني شوفنا مرح ميستر كولر دفع المشاركة صحيح كان بيشارك الفترات لكن من مبارايتين كهرباء الحمد لله المباراة اللي فاتت أحرز هدف والمباراة دي قبل مطش الزمالك قبل مطش الزمالك بيبقى شوية أنا عارف طبعا يعني متأكد تماما أنه الجهاز الفني والإدارة دايما بتكلم في فكرة أنه كل مباراة هي اللي بتحصل على الحجم أو الكم الكبير من التركيز لكن قبل مطش الزمالك بمطش وانت عارف أن المباراة اللي بعد دي الزمالك بتبقى واخد جزء من تفكيرك مش بس فتعمل إيه في مطش الزمالك لكن في فكرة أنك أنت تحفظ على نفسك في الملعب أنك أنت ما تطلعش البدني اللي عندك مية في المية أنك أنت تبقى متخوف مثلا من الاتحامات عشان لتقدر لا ما بقاش فيه إصابات يعني بتبقى الحيطة دي دخلة في الحسابات يا أشرف بتدخل طبعا في الحسابات بس مش في النادي اللي مش في النادي اللي يعني خليني أقول لك أن دي حقيقة لازم الناس تصدقها ولازم تقول النادي اللي يصدقها لأنه اتعودنا في النادي اللي أن كل مباراة بطولة أنه الثلاث نقاط دول هم بطولة الدوري أو بطولة دوري أبطال أفريقيا وبالتالي أنت بتلعب المباراة دي كفاينل مش كمباراة عادية ما افتكرش أن ممكن مباراة تقعد تقول أن فيه سين أو صاد أو عين من لعبة النادي اللي كان مدخر مجهود أو خايف على نفسه أو مش مركز بنسبة كبيرة لكن مباراة الزمالك طبعا لها حسابات مختلفة ما بعد المباراة يعني ما بعد مباراة مباراة اللعبة بتبتدي تدخل في تركيز مباراة الزمالك لكن طبعا لها كل الأهمية ولها كل التركيز واعتقد لعبة النادي اللي قادرين على ده وقادرين يفصلوا ما بين أنه المباراة الدخلية تلت نقاط ومهمة ولازم يفوز بها النادي الأهلي وما بين أنه عنده بعد تلت أيام مباراة مباراة مهمة وديربي زي مباراة نادي الزمالك لكن ده مش موجود في النادي الأهلي أنا أأكد لك دائما خليني معا قبل ما نروح لقريتك لمطش الأهلي والزمالك تعال نشوف مع بعض جدوى للترتيب وعايز أسألك كده لأنه خلينا برضو ندي الناس حقها يعني بصرف النظر عن المشاعر اللي ممكن تبقى موجودة من الجماهير لكن في النهاية خلينا أنه الأرقام على أرض الواقع بتقول أنه السنوات الأخيرة المنافسة الحقيقية على الألقاب بقت بين الأهلي وبيراميدز صحيح هل ده بقى واقع جديد يعني هل مصر تدى تقول النهاردة أنه المنافسة الأول لنادي الأهلي هو نادي بيراميدز مش الزمالك كما اعتدنا من قبل ده جدول التبتيل طب حنيني السعر الجدول كده أشرف بيراميدز في الصدارة لعب 24 مباراة 59 نقطة نقرأ أرقام كده 18 فوز 5 تعادل وخسارة وحيدة والبيراميدز والأهلي لم يلتقوا في النسخة دي من الدوري في لقاء معجل ولقاء بتاع الدورة التانية الأهلي طبعا بيدخل في المركز التاني لأول مرة عشان وصل لنقطة 42 من 18 مباراة ثم المصري بورسعيد بنفس الرصيد من النقاط لكن لعب 7 مباراة زيادة ثم زاد أفسي 24 مباراة أعتقد أنه حسان أسود المطولة السندي 24 مباراة وصل 38 نقطة ثم سموه الاتحاد السكندري والزمالك في المركز التاسع حتى وإن كان ليه طبعا عدد مباراة مؤجلة لكن تتكلم برضو على رصيده من النقاط 34 نقطة يعني حتى لو وصل 24 مباراة هو فقط خلاص المنافسة على البطولة 48 نقطة يعني فرق تقريبا حسابيا يعني على ورق 10 نقطة على الورق خلاص يعني بنسبة كبيرة فقد زمالك المنافسة على البطولة لكن يعني بيرامدز الحياة برضو يعني أنت بتفتقد لجمهور معضوش جمهور بيرامدز من الفرق اللي تمتلك جماهيرية في الدور المصري صحيح بتمتلك إمكانيات بتمتلك كمان إمكانيات مادية تفتقد تجربة بيرامدز وكانت معنادي مثلا زي الاتحاد أو معنادي زي الإسماعيل جدا تفرق جدا يعني بمراحل يعني عايزة أقولك أن ممكن كنت تشوف بالإمكانيات دي المادية والبشرية دي كنت ممكن تشوف عندها بتنافس فعلا على البطولة بشكل كبير يعني بيرامدز بينافس صحيح لأول مرة الموسم ده بيتصدر لا هو كل سنة بينافس بينافس لكن عمره محقق لقب يعني عمره مخدش ولا بطولة صحيح لكن لكن على المنافسة موجود لعب نهائي كاس أكتر من مرة لعب نهائي سوبر أكتر من مرة لعب كذا سيزن تحس أنه قريب دخل في المنافسة مع الأهل يعني ماشيين بشكل جيد أعتقد في الكامبز موسم اللي لعبهم بيرامدز في الدوري بينافس على بطولات دخل بطولة أفريقيا والدوري أبطال أفريقيا مزبوط يعني فيه فيه أداء جيد ليهم فيه نتائج جيدة لكن لسه مقدروش يحصلوا على بطولة نتيجة نهم بيفتقدوا الحاجات كتير عشان كده احنا بنقول دايما أنه الاستمرارية محتاجة عوامل كتيرة جدا جدا استمرارية أنك تفضل البطل أو تفضل موجود على منصات التتويج شيء مش سهل وشيء من الصعوبة جدا جدا أنك تقدر تحفظ عليه ممكن تاخد بطولة وده اللي بنقوله أنت ممكن تحصل على بطولة أثناء مشورك في مواسم عديدة لكن ما تقدرش الاستمرارية دي محتاجة عوامل كتيرة جدا عشان تقدر تستمر على منصات التتويج باستمرارية كبيرة ده النادي الأهلي ده السيستم اللي موجود وده اللزام اللي بنتكلم عنه في النادي الأهلي العمل الإداري الناجح جدا جدا عشان كده بس ما بتقدرش تقول أنه ده مجهود لعبين أو مدير فني أو جمهور لا هي منظومة كاملة منظومة إدارية كاملة أعتقد أنه ده هو سبب نجاح النادي الأهلي بيرامدس طبعا يعني أعتقد أن يوم كل التحية أنهم يقدروا ينفسوا بهذا الشكل يندهم إمكانيات كبيرة لكن بيفتقدوا العامل مهم جدا جدا من أهم العامل وهي عامل الجمهور طبعا المنافسة أعتقد زي ما قلت يا أحمد أن في المواسم الأخيرة ما بين الأهلي وبيرامدس دي حقيقة نتزى مالك بعيد شوية عن المنافسة في الدول المحلي والزمالك بعيد رقميا عسبيا يعني عن المنافسة أنك تسمع تصريحات أنه الزمالك مش هيلعب مطش الأهلي وأنه هينسحب بالمواب غريب طبعا من قرارات غريبة يعني معرفش سببها إيه وتحديدا دلوقتي أنت كان ممكن تقول الكلام ده من مباراتين ثلاثة ليه قبل مبارات النادي الأهلي قصة مش إشاعات بس ولا التسريبات نحن نتكلم على أخبار صدرت شكل رسمي لكن كنت شايف الحياة أنه نتزى مالك لو عنده حق الاعتراض كان ممكن من قبل كده الجدول اللي زلوا تعرف أن النادي الأهلي ليه مؤجلات وناتزى مالك ليه مؤجلات نتزى مالك عنده مؤجلات خسارة المصري تفتكر طبعا أثرت بشكل جيد خلي بالك الضغط الجماهيري أعتقد بيفرق شوية مع نتزى مالك تصريح الامتصاص غضب الجماهير أنا شايفه كده أنا شايفه كده يعني مع احترام الكامل طبعا لمجلسات نتزى مالك ليهم بكل الاحترام لك أنا شايف أنه تصريح شوية الامتصاص جماهير أو غضب جماهير هيتزاكر جماهير الزمالك في ماتشة ثلاث خلص أه يعني الجماهير خلاص الجماهير عاملة اللي عليها بصراحة هذه الجماهير مش مؤثرة بصراحة في أي حاجة يعني تصريح أعتقد أنه وأتمنى الناتزة ملك يكون متواجد في المباراة أنت عندك شك أنه يبقى لا ما عندي شك واحد في المليون واحد في المليون حتى أعتقد الناتزة ملك هيلعب المباراة لأنه قرار يعني شايفه فيه تصرع وشكل خاطئ جدا يعني الدوري يا جماعة إحنا الدوري المصر يعني ينفعش بها هذا الشكل أنه يقابل مباراة النادي الأهلي أو مباراة قمة اعتذار عن المباراة يعني طبعا إحنا قرار غريب الحقيقة نحن وفي الانتزار فيه لايحة وفيه واعتقد فيه عقوبات وحاتطبط يعني لايحة لايحة تطبطش في الموقف ده لكن خلينا أسألك سؤال اللي عيد نفسه يعني أنت لو هو طبعا عمره ده ما حصل من نادي الأهلي أنا عارف أنه فيه مطشات كتيرة جدا يعني مطش الجنب بتاع فالكس ونبيل محمود اللي انسحب فيه إزا مالك كان فالكس وحسين عبل طيف أعتقده ولا نبيل محمود لا كان نبيل محمود انسحب فيه الزمالك بعد تسجيل فالكس لهدف عشان اعتراضا على أنه تسلل مطش أيمن عبدالعزيز اللي اضطرت فيه بعد أربعة دقائق من بداية المباراة مش فاكر ضرب مين بس هو دخل لعبة عنيفة كان حكم أجنبي كان عتاخد كابتن فاروق جعفر هو اللي بيقود الزمالك في المباراة دي انسحب الزمالك من المباراة مطش الأوتوبيس اللي كان مصره كلها مستني ففيه ثوابق لده يعني قصد اقول ايه انا بكلم هنا على عقلية اللعيم نفسه بيستقبل ازاي خبر ازاي كده لما اسمع انه وانا بحضر نفسي ذهنيا ونفسيا ان انا اللقاء المنتظر احنا ملناش علاقة بترتيب الجدول لكن جمهور الكرة في مصر كله من اسكندريا الاسوان مستني مطش الأهلي والزمالك بغد نزع النتيجة والمنافسة يعني هو ديربي يعني لما يحصل انه اسمع قبل المباراة بثلاثة اربعة ايام انه فرقتي مشتري على المباراة انا النادي بتاعي حينسحب من معجلة تأثيره على اللعيبي تأثيره على اللعيبي بقى ايه بالتأكيد شوف دايما بقول انه العمل الإداري والمنظومة الإدارية هي سبب نجاح كل شيء كل حاجة كل حاجة عشان كده انت وانا وكل اللي بيحبوا النادي الاهلي او بيشتغلوا في النادي الاهلي اللي عارفين انه نظام النادي الاهلي هو العمل الإداري هو سبب نجاح النادي الاهلي وجوده دايما على منصات التتويق القرار زي ده مش مدروس بدليل انه هتشوف النادي الزمالك هيروح المباراة لكن تأثيره تأثير قرار زي ده والتصرع في اتخاذ قرار زي ده على اللعبين اولا وعلى استعداداتهم ونفسيا هيتعاملوا ازاي مع المباراة اعتقد ان دي حاجات كتير جدا بتأثر على اللعبين وعلى اداءهم داخل المباراة شوف دراسة الامور اداريا بتفرق كتير جدا جدا في اتخاذ القرار وعدم التصرع فيه فاتمنى ان النادي الزمالك بيمتلك دلوقتي مجلس الدرام محترم جدا جدا لكن اتمنى انهم يرجعوا نفسهم بشكل جيد قبل اتخاذ اي قرارات خاصة لما يكون خاصة بالدوري بالدوري المحلي احنا عندنا بطولة شوية يعني من موسم فات كنا بنقول انها شوية مستقرة ابتدت شوية تتحسن صحيح فيه مؤجلات كتير اتمنى انهم يتلاشوا فترات اللي جاية لا شوف فيه فترة من الفترات الدوري المصري كان فيه مشاكل كتيرة جدا جدا فيه العقود فيه مشاكل اللعبين فيه الحكام فيه المؤجلات فيه الحسابات النهاردة جهاز الكمبيوتر لما تفضل تحمل عليه برامج كتيرة ويهنج بتحتاج انك انت تعمله فورماتينج يعني بتمسح كل عليه وتعمله ريستارت فترة الجهاز كأنه جديد وبالضبط منظومة الكرة باش بكلم على الدوري هي منظومة الكرة في مصر محتاجة انها يتعملها فورماتينج محتاجة انها تتنسف وتتعامل من أقل و جديد متفق معك مليون في المئة مليون في المئة حتى التطور اللي بيحصل فيه تطورات بتحصل بصراحة يعني خلينا نتفق انه فيه جهد ملموس بس في النهاية مش هادي النتيجة المنتظر في النهاية مش ده المنتج الجمهور الكرة في مصر تماما انا متفق انه وانت على ده من فترات طويلة انا بقولك بس انه انت ارتضيت من البداية ان الدوري يمشي بهذا الشكل ايه منجيش في النص الدوري او في مرحلة معينة من الدوري اعترض انا خلاص وفقت من البداية هو ده اللي انا بتكلم عنه انه فيه ربط الاندية فيه 18 نادي موجودين في الدوري مفترض ان قبل البطولة بيكون عندي رولز للدوري حامش عليها لجنة مسابقات وتحديد موعدها ومؤجلاتها وا 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 كل الامور دي مفترض ان كل الاندية بتوافق عليها بحقوقهم بحقوق الاندية بمكاسبها من الدوري كل حاجة مظبوط من الالف الى الياء لو انا النهار ده نادي وفقت على الاشتراطات وليحة ربط الاندية وجيت في وسط الجدول او في وسط الدوري او بعد عدد مبورات من الدوري واعترضت انا كده غير يعني انا كده مش ماشي بشكل جيد لكن لو كلمنا عن منظومة الكرة في مصر المنظومة محتاجة تغييرات كتيرة جدا جدا هارجع للمطش مرة تانية اتفقنا انه وارد جدا احتمالا الاغلب انه يكون محاولة لامتصاص غضب الجمهور على حسن لعيبتك او الهاء يعني ابدل ما تركزوا معي في خسارة المصر يركزوا معي في انه انا مش هلعب مطش الاهلي في عمل يعني قنبلة الناس كلام لانه بعض جماهير ممكن تفسرها على انه خوف من المواجهة يعني في ناس يقول لك ممكن يقول لك زي مثلا يعني ما تقال انه الزمالك لما مراحش الاستاد او الوتوبيس مش عارف طلع بس ما وصلش كل الناس شافت انه الزمالك كان متخوف جدا في التوقيت ده يواجه النادي الاهلي هل ده السيناريو ممكن يكون بيتكرر هل شاف انه في فوارق كبيرة قوي كده تخلي نادي كبير وصحك تاريخ وباسم نادي الزمالك يحاول يتخوف او يتجنب لمايب بعض الحسابات في بعض الاوقات الاجهزة فنية او الادارية ممكن تفكر بالشكل ده خاصة انه في الانديات كبيرة او الجماهيرية بلاش اتكلم عن عنديات كبيرة بس خلينا اقول لك الانديات الجماهيرية يعني في بعض الانديات الجماهيرية حتى الصغيرة لكن عندها جماهيرية في بلد مثلا لو كلمنا عن المحلة مثلا او منصورة او انديات اللي عندها جماهيرية في بعض الأحيان بتكون متخوف من مواجهة الجمهور هي دي المشكلة هتقول له إيه أو هتبرر بإيه فدي أحيانا بتعمل ضغوط مفترض أنه واحد من أفضل مواسم أنا آخر بطولة قرية خدها الزمالك بطولة الكمفدرالي دي مفترض أنها لا أنا أتكلم على السنة دي أنها تخلي تقولك أنه تجدد الدوافع يعني إحنا رجعنا تاني ناخد بطولة قرية بعد مش عارف كم سنين غياب هو أعتقد الزمالك كان خد كونفدرالي أعتقد 2017-2018 وقبلها دوري أبطال 2002 2002 فبالتالي مفترض دي يبقى يتبني عليه يعني الإدارة أنه أنا محقق نجاح كبير فأبني عليه مشوار مختلف شوية عن الإخفاقات اللي قبل كده هل شايف أنه فيه دروب للزمالك بعد كونفدرالية أو أنه الفريق محليا مش قادر يكمل بنفسه أو أنه تم استنزافه أو يعني تحليلك إيه للقصة دي فريق محق كونفدرالية بيعاني جدا في الدوري المحلي بيخسر قدام النادي المصري مواجهه قدام النادي الأهلي فبيعلن أنه لا أنا بفكر في الانسحاب أو أنا خدت قرار بالانسحاب ومش هزر في ملعب المغرأ هي دي السيكولوجية اللي بتكلم عنها يعني الفكر لا بكلمة كورة يعني هل ممكن دي مثلا تبقى ممكن يعني احتمالية أنه أنا قاري أنه الزمالك واع أنه مثلا مثلا يعني مثلا مثلا يعني على سبيل المثال يعني مش أقصد كلمة حرفية بس أنه جوميس مش في أحسن أوقاته أنه اللعيبة اللي شايل الفرقة عندها دروب فني فلا قالي بالك بعد الكونفدرالية ناتزة مالك تقريبا ما حاجة غير فوز واحد تقريبا من بعد الكونفدرالية أعتقد أن فوز واحد في كل مباراة اللي لعيبها ناتزة مالك ودي مشكلة كبيرة جدا إزاي بيبعندي الدفعة المعنوية الكبيرة جدا جدا أنه بحقق بطولة قرية زي الكوفدرالية ويحصل لي الدروب ده في النتائج على الأقل حتى في بطولة محلية المفترض أنها يعني أقل من المنافسة في البطولات القرية وبالتالي الدروب اللي حصل ده طبعا بيعمل تخوف كبير لدى مجلس إدارة لدى الجهاز الفني خاصة أنه عندهم غيابات كتيرة جدا برضو فده بيدي مع زي ما تكلمنا أنه يعني قرار الامتصاص غضب الجماهير كل دي أسباب تخليك تروح لازم تفكر فيها بنسبة كبيرة جدا أن ده اللي بيدور في عقل وزهن الجهاز الفني أو الجهاز الإداري أو المسؤولين في نادي الزمالك لكن أنا شايف أن كرة القدم فيها منافسة كبيرة ونادي زمالك من الأندية الكبيرة وأعتقد أن سواء كان التخوف من وجهة النادي الأهلي في هذه المرحلة أو قرار لامتصاص غضب الجماهير أعتقد أن دي قرارات غير سليمة وغير سوية أتمنى أن تراجع فيها يعني همتكلم في 72 ساعة وهتباني الأمور سواء حضر نادي الزمالك للمشاركة في المباراة ده شيء يعني يسعدنا أو لم يحضر الزمالك الحقيقة في كلتا الحالتين أصبح المسؤول أو صنع القرار في موقف حرج يعني فكرة أنك أنت تاخد قرار ثم تعلنه على المال ثم تعبر عنه بشكل رسمي ثم تتراجع عنه ده في حد ذاته يحسب عليه شكالة كبيرة طبعا وفكرة أنك أنت لا تقدر اسم وقيمة المكان اللي أنت بتمثله أو بتنتمي إليه أو بتنوب عنه في اتخاذ القرارات فبتاخد قرارات غير مدروسة قرارات انفعالية قرارات ملهاش تفكير في الأبعاد اللي بتترطب عليها لكل سواء إعلام جماهير أعضاء جماعية عمومية أعتقد في كلتا الحالتين الموقف هيبقى حساس جدا ولازم تحترم جماهيرك يعني يعني احترام الجماهير مهم جدا خلي بالك أن يعني الناس تشعر أن لا أنا مجلس إدارة قوي باخد قرارات عندي فريق قوي حصل وفي جميل مفترض أن أنا خلاص بنافس في موقف لا يحسدوا عليك صحيح يعني سواء كان القرار بالتراجع والمشاركة في اللقاء أو سواء قرار بالتأكيد على فكرة الانصحاب في كلتا الحالتين الموقف صعب جدا ويعرف مشكلة كبيرة جدا جدا يعني طيب خليك اللي بك كرة إذا ما ظهر الزمالك إذا بتشوف أوراق الأول رأيك في جوميز اللي فيه مرة الناس بتطلع بيه سبع سماء ومرات الناس بتنزل بيه سبع أرض مرة بيقدم مطشات ومباريات قوية ومباريات تانية بتبقى خارج النص أو يعني خارج المقبول أو بالنسبة للزمالك ويعني رأيك فيه كمدير فني وخصوصا إنه المواجهة دي مع كولر مش هتكون المواجهة الأولى راهان وممكن يكون على إيه في تشكلته أو طريق لعبه في مطش التلات ناتزة مالك في مبارات اللي فاتت يعني أنا طبيعت مبارات كتير ناتزة مالك أعتقد إنه ناتزة مالك في مبارات كتير قدر إنه يعود يعني دي ما كانتش موجودة في ناتزة مالك إنه كان بيبقى فيه خسارة وبيقدر يرجع مرة تانية ودي ما كانتش عند ناتزة مالك قبل كده أو بشكل كبير يعني المنظومة الدفاعية فيها أخطاء كتير لكن أعتقد إنها أفضل شوية من قبل جميز بيعتمد بنسبة كبيرة جدا جدا على نجوم الفريق يعني في ظل غيابهم بتبقى فيه أزمة كبيرة لناتزة مالك من نجوم الفريق يعني بتكلم على زيزو على فتوح على الأسماء يعني أعتقد في وسط الملعب دونجا يعني دول النجوم اللي ممكن فيه طبعا أسماء تانية لكن أعتقد إن ناتزة مالك بيعتمد على أربع خمس لعبين في غزل غيابهم ناتزة مالك بتأثر بشكل كبير جدا جدا وده ده مش فريق ممكن ينافس على عدد بطولات أو يستمر في المنافس دي مشكلة كبيرة جدا عند جميز لازم يعالجها أو تتعالج في ناتزة مالك طبعا التخاوف من نادل آلي لأن نادل آلي الحمد لله عنده بدال كتير جدا إمكانيات كبيرة في كل اللعبين اللي موجودين أنت بتكلم في سكواد النهاردة الحمد لله تعتمد مثلا على الثلاثين لعب الموجودين مين غايب مين مش موجود ما بتفرقش كتير نادل آلي بيقدي بسيستم بشكل معين وده ميزة كبيرة جدا لنادل آلي بتخليه دايما متواجد في كل البطولات على المنافسة وإلا هتخسر أنت لو بتلعب في 5-6 بطولات أثناء الموسم وتعتمد على 15-16 لعب بس مستحيل تكمل ممكن تاخد بطولة تخسر الباقي أو تاخد بطولتين وتخسر الباقي دي الميزة المهمة والفرق ما بين النادي الأهلي وما بين ناد الزمالك فنيا داخل المرعب أو شغل المدربين يعني وده المتفوق فيه ميستر كولر بشكل جديد في مطش الزمالك الأهلاوي بالذات مطش الزمالك بيقعد يختار التشكيل الأمس وإنت زي ما قلت من شوية أكتر حاجة بتمايس كولر الحقيقة يعني يعني تتفق تختلف معاه في حاجات في تغييراته في توقيت التغيير في 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 سكواد اللي بيبدأ بي أو الاختيارات في الحداشر لكن من أفضل الحاجات اللي لازم كل يعترف بي جهزية الجميع إنه كل جاهز صراحة يعني أي حد بيشارك أنت متطمن إنه هو في مستوى كويس لكن مطش الزمالك أنت محتاج أفضل العناصر صحيح وطبعا ده مرتبط شوية بالتاكتك أو بالطريقة اللي أنت تتفكر أنت بتواجه فريق برضه مش سهل آه تاسع دوري بس يظل الزمالك ويظل فيه حساسية صحيح يعني جماهيرية عند تعمل حسابها مش قصة التلاتة بونت يعني فمطش زي ده تبدأ بالشناوي أو شوبير الاتنين عندي سواء يعني أصبح الاتنين عندهم خبرات كبيرة تبدأ بعمر كمال ولا هاني آه شايف أنه الاتنين جاهزين بشكل كبير لكن أنا محتاج عمر كمال محتاج عمر كمال عمر الاتنين هو مش معنى مش معنى أن أنا بخيرك أنه في حد جاهزين لا يعني كلمة عن الجاهزية أنا عارف ما بتقوليش مين أفضل دلوقتي الشناوي وشوبير محدش يختلف يعني لا أبتدي بعمر بتبتدي بعمر آه هلعب براهجومية عندك 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 خلافة على ياسر قدم طبعا مش ياسر يعني لسه شوية على ياسر عشان برضو ما نظلموش لكن إنه بتدي يحط رجله في الملعب أعتقد دي حقيقة وعيسة آه أعتقد منع مربيع عمر أعتقد للقرب كريم فؤاد ولا كوكا والله أنا شايف من البداية كريم دبيس يعني ياخد ما لجيش نهاردة تحطه في المبارزة يدي وتضغط عليه جميعين ونفسية على كريم فؤاد وإنباري حدة كوكا في الحتة أنا بتكلم على كوكا يعني دلوقتي كريم فؤاد أنا ممكن أستفيد به في نحل هجومية أكتر شوية قدام لكن الحقيقة بناخد من مجهود كريم فؤاد كتير جدا جدا تحت أكرم رجع وجاب فورميتو ومانو في داماتش مبارح ومقدم يعني نسخة هيلة جدا لأكرم توفيق مروان عطية لا غنى عنه ديانج ما فيش حد يختلف على إمكانياته تبدأ باتنين السلاية مع عودتهم برح بس تهلي برضو صعب السلاية يبدأ يعني يعني أعتقد أنه لسه شوية عن السلاية يبدأ صحيح فواحد من الثلاثة دول ولا اتنين من الثلاثة دول كريم وأصدي أكرم 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 مروان ديانج أكرم مروان أكرم مروان طرفين بتكلم على برستاو بعيد طبعا حسين الشحات بتكلم على رضا رضا سليم أو أحمد عبدالقادر يعني أنا شايف أن أحمد عبدالقادر أفضل أحمد عبدالقادر والشحات أحمد عبدالقادر والشحات وكهرباء وكهرباء وسام لسه طبعا بعيد وسام النهاردة قلنا أنه جاهز يعني أعتقد أنه صعب لكن خلينا في الرجل وفي المنعب وجاهز أكتر فأعتقد أن عبقادر حسين الشحات كهرباء هيفروه كتير جدا مودست عجبك في الماتشاط الأخيرة يعني بص أنا عارف حاسس أن مودست بيلعب مش فور فان لكن هو رجل حاسس أنه خلاص يعني بيفنش في نادل آلي فبيحاول يبزل أقصى جدا جدا نهارة الدنيا ونتقبل بعد الثلاث وهنشوف إن شاء الله سعيد جدا بوجود معك شكرا على وجودك معنا شرفتنا كل التوفير لنادل آلي وشكرا لكم على المتابعة بكرة زي ما اتفقنا الأهلي بكرة راح نرجع بعد إن شاء الله للاتنين تحضيراتنا واستعداتنا لمواجهة الزمالك لقاء القمة يوم الثلاث قائمة ومباشرة والتابعة معنا في حلقة السادسة إلى أن نراكم بقى يوم الثلاث ونشوف إيه لا يحدث تحيات لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة